اشتركوا في القناة نبدأ مع نادي الأهلي خلينا في حديث الساعة والهو موجود والهجمة الفضيعة لنادي الأهلي بخصوص عقد الرعاية الجديد يعني كابتل وليد صلاح رأيه ايه في هذه القصة لما بارح مثلا تجد برامج كلها انتقادات غير طبيعية لنادي الأهلي وكلها ضيوف خلينا نتكلم يضح زمالك وكله قاعد بينتقد وهذه مبالغ مش عارف ايه وده ايه اللي بيحصل ده اما نشوف هما هيدون احنا كام مش عارف ايه هل الموضوع المناقصات والحاجات هل بتدار بهذه القصة العشوائية اللي بيتكلبوا بيها اولا انا سعيد ان انا موجود في قناة نادي الأهلي ومعاك وانت بدأت بداية سوخنا جدا بداية مولاعي سألنا على عمد ميتا سألنا على عمد ميتا مرة واحدة يعني انا عايزة بسط الأمور للناس لان في قطاع عريض جدا من الجماهير بيتفرجوا علينا يعني مش فاهمين قوي في مسألة التسويق ومش فاهمين قوي في حقوق الرعاية ومش فاهمين قوي هما بيسمعوا الكلام اللي هما ممكن يصدقوه بالبساطة كابتن حسن حمدي في الأهرام في الأهرام بيشتري عقد رعاية النادي الأهلي بسعر كبير جدا فيبقى هو ده اللي بيتقال يعني ده المخ اللي هو الإنسان البسيط المصري البسيط لكن في حاجة مهمة جدا بتتقال لكل الناس أهلوية وزملكوية ولكل الشعب المصري هل في حد بيشتري حاجة عشان يخسر؟ لا طبعا بس يعني احنا عايزين نبسط للناس نقطة سهلة جدا الأهرام ده مؤسسة حكومية ما ينفعش تشتري حاجة بجنيه إلا لما تكون هتكسب 2 جنيه و3 جنيه و4 جنيه ده شيء بسيط منطقي منطقي وواضح وسهل جدا بيزنس بيزنس لو دخلنا في الديتيلز بقى بتاعة الموضوع أو في أدق تفاصيل الموضوع لا فيها حاجات كتير جدا يعني ليه فودافون الشركة الكبيرة جدا ليه بتفضل تحارب على النادي الأهلي لغاية آخر النفس الأخير النفس الأخير والرمق الأخير ليه؟ لأن هو قيمة النادي الأهلي كده طب قيمة النادي الأهلي كده ليه؟ ليه الرقم اللي هو 141 مليون وليه قبلها بتلت سنين 76 مليون أرقام كبيرة جدا لأن النادي الأهلي هو قيمته كده النادي الأهلي عنده استقرار النادي الأهلي ما عندوش كل شوية مجلس معين ما عندوش كل شوية حد بينضي مع سين من الناس وبعد أسبوعين ما يلاقهوش فيقول له طب فلوسي فين يقول له ما عرفش طب أنا هعمل ايه ما عرفش النادي الاهلي بياخد قيمته رقم واحد من جماهيره طبعا رقم اتنين من انجازاته يعني أنا النادي الاهلي انت لو جي لو جبت انسان زمالكاوي يعني شخص زمالكاوي وقلت له ايه رأيك في قيمة النادي الاهلي بعد لما خد البطولات دي كلها وبعد لما راح كس العالم لليابان ثلاث مرات وهو بيلعب برشلونة وهو بيحرج كل فرق العالم وبياخد ثلاث العالم وبياخد افريقيا على طول والعدد الكبير جدا من اعضاء المنتخب اللي بياخد ثلاث امم افريقيا من النادي الاهلي انت لو قلت له ايه رأيك في النادي الاهلي وهو زمالكاوي هقولك لا اجي عند هنا وعمل سطب يعني حقيقي تستهلوا فهنا ده بالبلدي يعني عشان نسهل على الناس عشان نسهل على الناس ان اولا ما فيش مؤسسة بتبعيزة تخسر الاهرام لما اشترى النادي الاهلي او حقوق الرعاية للنادي الاهلي لمدة ثلاث سنوات ب76 مليون حقق 120 مليون يعني قرب من ضعف فبالتالي هو ما بيخسرش ولا علشان سواد عيون يعني لكن هي فعلا قيمة النادي الاهلي كده انا عايز اقولك ان النادي الزمالك واعضاء النادي الزمالك ومجلس الادارة لازم يبقوا فرحانين فرحانين بعهد الرعاية لانه هو ان شاء الله ممكن يجيب الرقم ده وان شاء الله ممكن يبقى لو هو اشتغل على اللي اشتغل عليه النادي الاهلي انا عجبني حاجة في نادي الزمالك ونازم اقولها للحقيقة ان لما بيشوفوا حاجة حلوة في النادي الاهلي بيحاولوا يعملوها وبيحاولوا يقلدوها ودي مش عيب ده بالعكس ده ناس كتير جدا نادي امبي قلد النادي الاهلي النادي بترجيت نادي اندية كتير جدا بتبقى عايزة تعمل منظومة النادي الاهلي انت هافت عليقا على كلامك كابتن وليد يعني مبارح المستشار جلال ابراهيم هذا الرجل المحترم انا رهز الرجل بحترم وبعزه جدا مبارح لما تسأل عن موضوع ده رد ثلاث كلمات قالك برافو عليهم لما حكيت عقد الرعاة 141 ايه رأيك في الرقم ده قالهم برافو على النادي الاهلي برافو عليهم ده كلام المحترم المهزم ان انا بقى اجتهد وعمل زيه وانت كمان تستشفى محمد من الخطوات اللي بيأخذها النادي الزمالك يعني النادي الاهلي اول ما عمل قناة النادي الاهلي النادي الزمالك اعلن انه هو قريب جدا هيكون فيه قناة النادي الزمالك النادي الاهلي اول ما عمل الاهلي ستور النادي الزمالك قرر لانه هو دي مفهاش حاجة ده بالعكس ده دي تبين ان النادي الزمالك فعلا والنادي الأهلي أكبر ناديين خلينا نقول في مصر في البلد اللي إحنا فيها فبالتالي دي حاجة كويس نادي الزمالك نفسه لازم يبقى فرحان بالرقم ده وبالعكس ما يجيش كل من ينتمي للنادي الزمالك في القناة الفضائية ويشكك في الرقم ده أو يتكلم بصورة بالعكس ده أنت لو ألبت الآية هو الصح لأن أنت عندك عقد رعاية يوم 11 سبعة لو النادي الزمالك قدر يحسم البطولة لصالحه السنة دي هتفرق معاه كتير جدا في عقد الرعاية أنا من المؤكد أنه بيبقى فيه أسباب رقم واحد نادي بطل رقم اثنين عنده استقرار استقرار غاية في الأهمية أنا شافيدي أنت حاطت تحت كلمة استقرار دي خمس ست خطوط كتب انت شوف بص حل البلد عامل إزاي ومع ذلك المكان أنا مش عايزة أقوله وحيد لكن من أهم الأماكن اللي موجودة في البلد فيها استقرار هو النادي الأهلي أنت بتخش النادي الأهلي وانت مش خايف أنا بصه جايب بالأهل سطورة عامل اللوجو وشتريت لأولادي وخليت أصحابي يروحوا أنا عايز أقولك أنت بتحط أي حاجة في النادي الأهلي وانت مش قلقان يعني أنت كعضو للنادي الأهلي أنت بتشترك أنا ما عارفش العضوية كام دلوقتي لكن أنا كنت مشترك وياه رخيصة طبعا لكن دلوقتي زادت دلوقتي وصلت 120 ألف أنا بحط 120 ألف وأنا متأكد أن النادي الأهلي هيديني بيهم خدمات هيديني بيهم خدمات فأنا الإسم الإسم ده مهم جدا إنت لما بتيجت تعمل بتعرض إعلان على أبو تريكا غير لما تعرضه على سامير جمعة يعني يعني مهم جدا أن الإسم ده بيبقى التزام بيبقى انضباط بيبقى حب للناس بتبقى أنت مستقرة على أن أبو تريكا هيعمل لي إعلان لمدة سنة أنا متأكد أن خلال السنة دي أبو تريكا مش هيروح يشتم حد مش هيروح يروح يضب وضرب حد إنت بسس لقدام كمان إنت دائما بسس لقدام فالأهرام عامل كده الأهرام هو بيدفع 141 مليون في 3 سنين عارف كويس جدا أن الأهلي بلعبته بمجلس إدارته هيقدر ممكن ياخد بطولة أفريقيا ممكن يروح كاس عالم أندية تاني ممكن يحقق لو ما حققش حاجة خالص النادي الأهلي خسر الدوري وخسر أفريقيا لقدر الله وخسر كل حي بيبقى محتفظ بمبادئه وقيمه يبقى أنت لما ييجي اسم النادي الأهلي يبقى أنت دا ليه امج معين وهكذا طيب دي من ضمن النقطة الأولى اللي أحب أتكلم فيها مع حضرتك لكن عايز أروح لنقطة تانية برضو سر أن إحنا في الفترة الأخيرة حطيه للأهلي في جملة مفيدة نادي الزمالك يخسر يقول لك دا مخطط أهلاوي نادي الزمالك يتعادل دا مخطط أهلاوي الأهلي بينفذ المخطط بتاعه يعني عايز أعرف برضو تفسيرك لهذا الموضوع إيه لأن الجمهور برضو غصبا عنه يعني الجمهور غصبا عنه الجمهور النادي الأهلي يعني أنا لو ما تيجي حالك تفتح التليفونات لا ناس زحلانة طب إيه اللي دخل النادي الأهلي يعني ليه دخل النادي الأهلي أولاً عايزة عرف برضو أنت كراجل لعيب وراجل عشت الفترات دي وعشت الشد العصب بتاع الفترة دي أحب أسمع منك هي متقسمة على جزئين في جزء منه طبيعي طبيعي المنافسة بين أقوى ناديين الريال وبرشلونة كده منشستر وشيلس كده كل الأرسنال وهكذا يعني كل الإنتر والميلان في إيطاليا كل الدوريات أو كل الدوريات اللي في العالم كلها أهم ناديين أو أقوى ناديين دايماً بيبقى فيه بينهم الجزء ده لكن إزاي تطلع أنه يكون طبيعي مش مبالغ فيه ها دي النقطة الطبيعي أن المنافسة هي بتعمل كده سواء في الملعب سواء بر الملعب سواء على النجوم سواء على الشراء سواء على عقد الرعاية كل حاجة بيبقى فيها منافسة لكن اللي مش طبيعي التشكيك إحنا للأسف ده كبلد يعني أنا مش أقول كأهل وزمالك إحنا عندنا نسبة تشكيك عليا جداً جداً في بعض أنت لو جبت تسباك عندك في البيت أنت بتبقى واقف على راسه لأن أنت حاسس أنك شكك فيه وهكذا مع أنه ممكن يعمل شغله بما يوضل الله وبأمانة وكل حاجة لكن أنت نفسك فكرة التشكيك دي موجودة فينا لما تدخل في الرياضة ولما تدخل في كورة القدم تحديداً تبقى كارسة تعمل كارسة لأن أنت اللي بيتكلم ده دايماً بيبقى قدوة وبيبقى الجماهير بتمشوا وراه أنا لو عادت قدامك هنا وقلت أنه دي الأهلي مظلوم والتحكيم مش عارف إيه والمفروض يحصل إيه وده فيه تعمد وده فيه ملايين بيسمعونا سواء جوة مصر أو برا مصر فبالتالي الناس دي كلها هتمشي وراك كلمة اللي قالها وليد أن التحكيم وده أنا شفت فلان قاعد أو أنا عايزة أسأل سؤال وأنا لو شفت حكم داخل نادز الزمالك ده معناها أن الحكم ده خد فلوس من نادز الزمالك عشانه ما ينفحش فكرة التشكيك دي يا جماعة صعبة وعالية عندنا جدا نازل نبطلها لو حالك تفرجت على ماتش منشستر وبرشرونة الأخير أنا أخد أقرب مثلا للناس كلها شفيت مهجول منشستر أفسير صح وفيه ضرب الجزاء لمنشستر ما حسبهاش الحكم صح والماتش شفت شفت الاحتفالية بعد الماتش بين الفرقتين عاملة صح وده تشامبيونزليج يعني حاجة عارف ليه محمد لأن هم عندهم هم حقانين في كل حاجة يعني إحنا عندنا للأسف حتى لو وصلنا المنتخب مصر أعلى حاجة وخسر الأرض وحشة الحكم سيء الجمهور مش عارف رمع علينا إيه اللعيبة عادنا فوق سطح البحر 7000 متر فمش عارف إيه أي كلام إلا حاجة واحدة اللي أهم حاجة اللي أهم حاجة إن احتمال يكون الآخر أحسن مني وده الأكيد وفيها إيه يعني أنا قلت مقولة مع كابتن متحت من أربع سنين ومحطوها في برومو بتاع القناة الغد دلوقتي نسبة 99% من المباريات الأحسن هو اللي بيكسب ده الصح هات أي مباراة وتفرج عليها الأحسن هو اللي بيكسب التسعين دي تفرج عليها كويس والتركيز هتلاقي الأحسن في الملعب تركيزاً وهدوءاً وتاكتك ومهارات وكل حاجة هو اللي بيكسب يعني مباراة الزمالك مع مصر المقصة مصر المقصة أحسن بكتير لو أنت طلعت كل الأسباب اللي احنا متفقين عليها الحكم أخطأ فيه درب الجزاء وفيه هدف صحيح وفيه هدف صحيح لو طلعت كل الأسباب دي هتلاقي أن مصر المقصة بقيادة الكابتن طرق إيحيا تاكتك عالي جداً لعب تركيز أربعة أربعة أتنين إزاي يقفل على الإطراف بحمد عبدالراوف من الشكبالة وصالوخ من حسين ويمسكوا الملعب ويقدروا ولم ناقص واحد قفل إزاي حتى وانا ناقص واحد ده أنا المفروض بقى أدخل المفروض أدخل عقب العديد دي عقب شديد جداً إن إزاي أنتوا بتلعبوا 11 ضد 10 ومدة طويلة جداً 56 دي وكمان يدخل فينا جول ده نفس مش الزمالك بس الزمالك والأهلي برضو النادي الأهلي كان عمل كده في مباراة النجم الساحلي في الكرة اللي حطها إنرامو تقريباً بإيديه ماتش الأهلي والترجي النادي الأهلي غلط في المباراة دي وأنا قلت في الاستوديو التحليلي قلت يا جماعة النادي الأهلي لو لعبته أكثر هدوءاً ما كانش بركاتي طرد وأنا لما لعب 90 دقيقة 11 ضد 11 حتى لو في تونس أكثر أكثر لأن أنا لعبتي أحسن والتاكتك بتاعي أحسن لكن هو النادي الأهلي غلط خرج عن تركيزه خرج عن اللي المفروض يبقى عليه نفس الوضع ده لو طبقناه في الدور المصري يا جماعة بعد إذنكم نصيحة لكل الأندية الأندية اللي هتهبط والأنديية اللي بتنفس على القمة والأنديية اللي عايزة تدخل المربع الزهبي التحكيم مفيش حكم في مصر مرتاشر لو أنت قدرت تثبت الحالة يبقى وديه على النياب على النياب لكن إننا هاعد أقول يا جماعة ده أصلا ما حسب ليش بنات أصلا طب هات بقى الهيستوري كامل من أول مباراة وتفرج على كل المباراة هتلاقي أخطاء كتير جدا ضد النادي الأهلي أخطاء كتير جدا ضد نادي الزمالك أخطاء لنادي الزمالك أخطاء لنادي الأهلي النادي الأهلي تخدم كتير والنادي الزمالك تخدم كتير والاتنين أديروا كتير وهي دي الكورة وهي دي الكورة فأنا أهم حاج قادر تثبت على الحكم ده حاجة اثبت يا عمر اثبت وإنت كده 100 100 لكن إنت لو هنتكلم كل المسؤولين في النادي الأهلي وفي النادي الزمالك ودي ميزة النادي الأهلي برضو المسؤولين كمان بعديد نفسهم عن الحتة تبتخيص ألك في الحتة دي عدم 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 أن المسؤولين في النادي الأهلي ما بيتكلموش في النقاط دي وبيتكلموش ودي ساعات بتسير الجماهير ساعة الجمهور عايز إدارته تطلع تتكلم إحنا تظلمنا اطلعوا اقولوا اطلعوا اتكلموا لكن على النقيد لا إدارة النادي الأهلي بتتجنب الحديث لا في تحكيم ولا في مباريات ولا في مشاكل ولا في حاجة خلاص لأنه هو ده الصح طبعا أنا ماينفعش أمشي وراء الجمهور وراء الجماهير في كل حاجة لا أنا أعمل الصح ما هو كان بيتقال كده كان بيتقال أن كابتن الله يرحمه كابتن صالح سليم بعيد عن النادي ومسافر على طول وبشعرف ايه